بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهم جاري السعيد أستاذ كلية العلوم جامعة الملك في قسم الأحياء سعدني نهاردة نحن نتكلم على الحبليات ونكلم ونكمل الكلام على الأشباه الحبليات أو أول جزء من زي ما احنا قلنا الحبليات الأولية زي ما قلنا في المحاضر السابقة أن احنا عندنا الوقت شعبة الحبليات في الحبليات الابتدائية أو بروتو كورديتس ونحن قلنا بروتو كورديتس ضمناها إلى شعبة أنصف الحبليات أو أشباه الحبليات لالهيمة كورداتا أو السيمة كورداتا وفي اليورو كورديتس وفي السفالو كورديتس فهناكلم نهاردة أول خالص على أول شعبة من شعبة الحبليات في الحبليات الابتدائية اللي هي أشباه الحبليات أو السيمة كورديتس أو الإيمة كورديتس هنتكلم النهاردة على المثال بتاعنا اللي هناخده فيه كمثال لشعبة الأنصاف الحبليات أو أشباه الحبليات على حيوان البلانو جلوسوس الحبل الظهري في الجزء الأمامي من الجسم احنا قلنا عشان يبقى حبليات ليه احنا قلنا عليه حبليات لأنه هو شكله دودي زي ما تشايفه كده شكله حبليات دودية الشكل طيب ليه انت هي دودية ليه ما قلتش عليها فقريات ما قلناش عليها في الفقريات لأنه لقينا فيها تركيب دعامي داخلي هو ليس بنفس التركيب اللي احنا شفناه للحبل الظهري كخلايا مجوفة محاطة بنسيق ضمليفي وكلام ده لكنه عبارة عن مجموعة من الخلايا ممتلئة بالسائل ممتلئة بالسائل موجود في المنطقة الأمامية من الجسم منطقة الخرطوم فبسموه الاستومو كورد أو الحبل المادي يبقى تركيب الحبل الظهري مختلف تماما عنه عن بقية الحبليات احنا قلنا عشان يبقى حبل الظهري لازم يبقى مجموعة من الخلايا المجوفة ومحاطة بنسيق ضمليفي طيب هو من يكونش بالشكل ده خلاص لكن هو بيقوم بنفس الوظيفة يبقى هو حبل ظهري في الوظيفة وليس في التركيب نقوم بهم جدا انه حبل ظهري فين في الوظيفة وليس في التركيب طالما انه هو حبل ظهري في الوظيفة فقط فهو حبل مختلف عن الايه اللي موجود في الحبليات بيسموه الحبل المادي او الاستومو كورد بكلمة الاستومو كورد على طول تربطها بأشباه الحبليات او انصاف الحبليات او تربطها بالبلانو جلوسس طيب البلانو جلوسس ده الجسم الدودي ده عبارة عن ايه ثلاث مناطق الخرطوم والطوق والجزع سلايد التاني يوضح لنا ده الثلاث مناطق المختلفة اللي بيكونوا جسم البلانو جلوسس اول جزء فيه اللي هو الخرطوم البروبوزس ثاني جزء اللي هو الطوق او الجزء الصغير اللي بيوصل بعد كده بالجزع يبقى يتكون الجسم من خرطوم وطوق وجزع على طول تعرف ان ده اشباه الحبليات او في البلانو جلوسس طيب اللي يميز الجسم بقى قلنا ان فينا تركيب دعامي خلاص موجود الولستومو كورد طيب تاني حاجة يميزه ايه كمان موجود الفتحات الخشومية الموجودة في منطقة البلعوم جلوسلايد طيب بالشكل ده ما اقدرش ان انا اقول انه هو لفقريات لان فيه صفات ايه موجودة من صفات الحبليات الاستومو كورد الحبل الزهري الحبل اللي هو المادي حبل المادي الموجود فين في منطقة البلعوم الخرطوم والفتحات الخشومية الموجودة في منطقة البلعوم طيب ينفع كده اقول انه هو حيوان لفقري لا فقاري لا منفعش لا فقاري لان فيه فتحة خلشومية وفيه تركيب دعامي طيب ايه هو اللي خلينا اقول عليه انه هو لا فقاري انه هو شكل دودي الشكل شكل دودي تاني حاجة ان الفتحة الاخراجية طرفية واحنا قلنا الفتحة الاخراجية طرفية ليل انا ما فيش منطقة ديل موجودة انا ما فيش ديل يبقى دودي الشكل والفتحة الاخراجية طرفية يبقى داع على طول لفقاري صح أو لمستح يبقى هو حيوان لفقاري لأنه فيه صفاتين من الصفات الديدان أو الحيوانات الفقارية أنه هو دون الشكل أن الفتحة الإخراجية الترفية هو ما ينفعش أن أضمه طبعا لفقاريات لأنه فيه صفات من الحبليات فيه صفات منين الحبليات أنه فيه حبل معدي دعامي أنه فيه فتحات خيش ومية وبالتالي يعملوا لشعيبة الواحدة ويقولوا عليه أشباه الحبليات فشعيبة أشباه الحبليات تشبه شعبة جلد شوكيات في إيه أول حاجة أنه فيه يرقة البلانو جلوسس اللي هي بسموها تورناريا هذه اليرقة تشبه يرقة الأوريكيولارية اللي هي موجودة في الجلد شوكيات هذا الجلد شوكيات ها الجلد شوكيات يرقة الجلد شوكيات اللي هي الأوريكيولارية في إيه؟ إنه فيها ماوس وفيها فتحة إخراجية وفيها كمان أهداب يبقى برضو فيه نماوس وفيه فتحة إخراجية وفيه أهداب فاليرقتين قريبين من بعض في الشكل وفي التركيب لحد ما يبقى أوجه الشبه ما بين اللفقريات المتمثلة طبعاً بجلد شوكيات يرقة البلانو جلوسس اللي هي يرقة التورناريا تشبه يرقة الأوريكيولارية بتاعت الجلد شوكيات تاني حاجة نية دوديتي شكس زي ما قلت في السلايد لقبل كده تاني حاجة الفتحة الإخراجية بفيه تلات أوجه شبه ما بين اللفقريات المتمثلة في الجلد شوكيات والحبليات إن يرقة البلانو جلوسس اللي هي يرقة التورناريا تشبه يرقة الأوريكيولارية رقم واحد إن الحيوان البالغ بقى بتاعها مش اليرقة سبك من اليرقة الحيوان البالغ دودي الشكل سيلافقريات إن الفتحة الإخراجية فتحة طرفية طيب طب ليه قلنا عليه حبليات لأنه يشبه الحبليات في إيه واحد لا حبل ظهري معدي مختلف قلنا في التركيب للحبل الظهري لكنه بيقوم بالوظيفة يبقى حبل ظهري في الوظيفة الوظيفة وليس في التركيب المهم أنه بيقوم بالوظيفة تاني حاجة أنه فيه فتحات خيشمية وبالتالي ما قدرش أقول عليه الفقريات وما قدرش أقول عليه حبليات فأقول عليه أشباه حبليات أو أنصاف حبليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة